تم الإعلان بشكل رسمي مساء أمس عن تعيين جهاز فن وطن بقيادة الكابتن حسان حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني ومع شقيقه الكابتن إبراهيم حسن مديراً للمنتخب وبالتالي هناك منصب مدير المنتخب عادة من جديد بعد إلغاءه في عهد الجهاز الفن السابق بقيادة البرتغالي الروي فيتوريا كل كلمة مبرح قلناها في ملف اختيار المدير الفني لمنتخب مصر الحمد لله يمكن الكل مبرح بالليل كان بيأكد نفس المعاني اللي كنا بنتكلم عليها على التخطيط وعلى القرار وعلى الأفكار الفنية اللي ممكن مجلس دارة اتحاده القرى يشتغل عليها ولكن يبدو كده أن الفترة اللي جاية هتبقى القصة خلاص بتعيين جهاز فني وطني نتمنى له التوفيق خلاص بإذن الله كل الدعم لهم بالتأكيد خلاص أصبح القرار قرار رسمي والتعيين رسمي والإعلان رسمي وبالتالي فكرة بقى طرح اسم المدرب الأجنابي فكرة طرح كل التفاصيل وكان لو نتكلم فيها مبرح خلاص هي كانت نقاط بنحاون يعني نقولها للسادة المسؤولين ولكن احنا دورنا دايما نفضل نتكلم على النقاط اللي احنا شايفينها الإيجابي والسلبي والقرار في النهاية هندعمه ونشوف نتائج هذا القرار في الفترة المقبلة ولكن مع كل قرار بيتم اتخاذه في ملف إدارة القرى المصرية دايما بيبقى لنا وجهة نظر فيه مبنية على معلومات كنا دايما بنتكلم على الجهاز الفني السابق بقيادة روي فيتوريا ان عنده مشاكل كتير مشاكل داخل الجهاز الفني مشاكل فنية مشاكل في الإعداد مشاكل في الإداريات كانت تفاصيل كتيرة جدا إلى أن خرج الكابتن أيمن عبدالعزيز مدرب منتخب مصر السابق وخلاص أصبح مدرب السابق بعد توجيه الشكر وإقالة الجهاز الفني بعد الخروج من كاس الأمم الإفراقية وكانت تصرحات كلها تؤكد على كل كلمة كنا بنقولها الخبرات إيه؟ المعايير إيه في الاختيارات؟ اختيارات الجهاز الفني أو الاختيارات المعاونين محدش عايز يرد عليك محدش عايز يديك إجابة طيب وانت بتختار قيمة منتخب مصر في كاس الأمم عندك دفهات في القيمة يعني اشتغلتوا عليها إزاي؟ محدش كان بيرد بس الرد اللي خرج مبارح من أيمان عبدالعزيز اندل على شيء بيدل ان الإعلام والله العظيم هو الوحيد اللي في المنظومة دي شايف حاجات صحة رغم ان الناس اللي بتاخد القرار على تربيزة اجتماع مجلس دارة الاتحاد ما عنداش أي رؤية